أوضح مستشار رئيس المصرف للعلاقات الدولية المصرفية الأستاذة غادا الناصر أن من أهداف المصرف هو تسهيل التمويل التجاري للمستثمرين السعوديين للدخول للسوق العراقي وتقديم جميع الخدمات المصرفية اللازمة من أهداف المصرف والخدمات التي سيقدمها هي تسهيل التمويل التجاري تسهيل التمويل التجاري خصوصاً للمستثمرين السعوديين للدخول بشكل انسيابي وسهل للعراق وحيكون تركيز الخدمات المصرفية على خدمات التمويل التجاري من فتح كتب اعتمادات مستندية خطابات ضمان إجراء التحويلات فتواجد مصرف عراقي فرق لمصرف عراقي في السوق السعودية مهم جداً أول شيء لأنه رح يكون متواجد هنا رح يخلق الثقة بالمستثمرين يخلق الثقة للكلانس يخلق الثقة للمؤسسات الحكومية اللي هي مملوكة كلياً أو جزئياً من الحكومة السعودية ويكون إن شاء الله يكون منفذ تواصل بين الطرفين